ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من محيط مقر مجلس الوزراء الزميل عوض الغنان مرسل لإكسر نيوز مساء الخير عوض إليك الكلمة ومزيد من التفاصيل تحياتي لك أولا دينا انتهى عملية منذ دقائق اجتماع اللجنة العليا لمتابعة فيروس كورونا ودعيني أبدأ معك لتعريف المشاهدين الكرام من هم أعضاء هذه اللجنة التي رأسها رئيس الوزراء هم وزراء الدفاع والإنتاج الحربي وكذلك الداخلية والتموين والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي بالإضافة إلى وزراء المالية والتنمية المعالية والصحة والسكان والدولة للإعلام ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحية تلك هي أسماء اللجنة العليا لمتابعة أمر فيروس كورونا تعلمين دينا بأن هذا الاجتماع هو على مدار الساعة هناك اجتماع مفتوح لهذه اللجنة المهمة لغاية لمتابعة تدعيات موضوع الكورونا وأزمة الكورونا لحظة بلحظة وربما أقل من ذلك البيان الذي صدر من مجلس الوزراء أهم محتوى فيه أو عناصره الرئيسية هو التأكيد طبعا كانت الإشادة في هذا الاجتماع بالدور المهم للغاية التي عملت عليه قوتنا المسلحة بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة المصرية وزيرة الصحة أكدت في هذا الاجتماع أن 91% من الحالات الألف الأولى التي يصيبت هنا في مصر تلاقت الرعاية الطبية في غرف المستشفيات العادية وفي ذلك دلالة قاطعة ومهمة للغاية على مستوى الرعاية الصحية التي تشمل كل المستشفيات العادية في مصر وبالتأكيد الخدمات المقدمة من الحكومة والدعم المهم للغاية المقدمة من الحكومة تعلمين بأن هناك أكثر من مليار جنيه خصصتها الحكومة لدعم وزارة الصحة بكل قطعاتها المختلفة أيضا من النقطة المهمة التي جاءت في ذلك البيان المهم للغاية الذي صدر منذ قليل أن اللجنة في هذا الاجتماع طالبت وسائل الإعلام ومستخدم وسائل التواصل الاجتماعي دينا بدرورة الالتزام بالبيانات الرسمية وعدم ذكر أسماء المصابين أو تفاصيل بشأنهم هذه خطوة مهمة للغاية أتت على ذلك البيان بالإضافة إلى ما تحدثت بشأنه هناك لقاء أيضا مهم للغاية جمع رئيس الوزراء مع وزير قطاع الأعمال اليوم للإطلاع قرب عن طبيعة هذه المؤسسات القومية التي تعمل على مدار الساعة سواء في الحظر أو في غير الحظر وأيضا بالنسبة للمصانع الخاصة بالمحالج الأقطان أو الخاصة بالأقطان ضرورة التوفر مثل هذه الأمور في الساعات وفي الأيام القادمة للعمل على إنتاج الكمامات وما يتطلبهم من مستجمات الصحية باتت ضرورية للغاية للمواطنين العاديين في الشوارع أو في المستشفيات أو في أماكن الحظر الصحي أعيد وأؤكد أن هذه اللجنة الوزرية التي انتهى من أمرها منذ دقائق هي تعمل على مدار الساعة وتعمل لحظة بلحظة على كل حال نحن مشاهدين الكرام نتابع معكم سويا من محيط مجلس الوزراء أي جديد ربما سيكون هناك بعد قليل عدد من البيانات أو غيرها نحن نتابع معكم لحظة بلحظة أي مستجد في تعامل الحكومة وكل جهات السلطة التنفيذية مع أمر الكورونا عودة لك دينا نعم عودة الغنام ورأس الأكترا نيوز من محيط مقر مجلس الوزراء شكرا جزيلا لك